مارب تفتح أبواب مدارسها لاستئناف عام دراسي جديد وسط إقبال متزايد للطلاب وآمال في إنعاش التعليم بالتوازي مع حياتها المنتعشة في بلد يغرق بالحرب وبميليشيا التجهيل والخراب مع بداية الأسبوع الأول من العام الجديد كانت مدارس مارب تمتلئ بالطلاب فيما يتناوب مدرسوها على الحصص المدرسية مثابرة وتناوبا لاعتقادهم مع تلاميذهم بأهمية التعليم ودوره في بناء الحضارة والأمم والتصدي لبرات الجهل والتخلف والخرافة والاستعباد مارب أصبحت مصدر حياة وتجد فيها عين الحضارة وتجد فيها ازدحام هائل ومع هذا نجد ونفاجأ في بداية العام الدراسي نجد أن أبناءنا الطلاب كلهم هبوا إلى المدارس لأن الواقع علمهم بأن العلم هو رمز الحضارة ويكفينا أن أول خطاب أن الله سبحانه وتعالى وخلق آدم قال وعلم آدم الأسماء كلها فنجد أبناءنا الطلاب قد ازدحوا على المدارس وعدد هائل وبدأ المدرسون في حصصهم مدرسون وطلاب وأولياء أمور يواجهونك بشكوى الازدحام ونقص الكادر التربوي لكنه إشكال يبدو منطقيا بعض الشيء نظرا لكثافة الطلاب النازحين وازدياد حركة النزوح جراء قصف عدوان الميليشيات إلا أن ذلك لا يسقط واجب السلطات في التغلب على هذا الإشكال المتفاقم تربويون يقولون إن أملا كبيرا يحدوهم للتغلب على صعوبات هذا العام بكل ما فيه بيد أنهم يتحدثون عن قلق يلازم الطلاب وذويهم من خشية استهدافهم من قبل الميليشيات الحوثية رغم أن التعليم مستقل أن هناك قلق نفسي من أولياء الأمور مننا كإدارة من طلاب من خلال ما نعانيه من قصف مستمر الميليشيات الحوثية فنحن عندما في طابور صباح لا ننتظر إلا أن ينتهي طابور صباح في أمن واستقرار ومع ذلك رغم الصعوبات التي تعترين من الخوف على أبناء الطلاب إلا أننا سنعمل بكل جهودنا أن تستمر العمل التعليمية وأن ندعم الوطن بكثير من الكوادر التعليمية قلق له ما يبرره بالنظر إلى وحشية الميليشيات وتعمد استهدافها للمدنيين والمدارس والمدن عند كل صباح يقف طلاب مأرب أمام سارية العلم لترديد النشيد الوطني وتمجيد العلم كتقليد ثابت في محافظة خلقت رونقا لكل ما يتعلق بالجمهورية والحياة والنشيد والتنوير والوطن أولاً يعني الصعوبات التي تواقعها الطالب أولاً يعني مش مشاكل الحرب الغلاء 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 الإيقارات يعني الأسرة كاملة يعني أولاً الصعوبات النفسية التي تواقعها الأسرة تؤثر على الطالب سلباً من ناحية الغلاء الغلاء الإيقارات أيضاً يعني المستدامات التعليم الغالية جداً الكثافة الطلابية بداخل المدرسة بداخل الفصول المدرس لم يستطع أن يوصل المعلومات كاملة أيضاً يعني الطائق مشتتت الذهن مشتتت الذهن بالسبب أيش هذه الأوضاع كاملة فأيضاً هذا العام يعتبر ريش في مشاكل زيادة النازحين من بعض المديريات يعني مثلاً أو من بعض المحافظات من حضرة القوف مدغل هناك الصعوبات يعني تواقعها الإدارة في كيفية استيعابة للطلاب المشاكل الذي يعانيها أولياء الأمور بالنسبة للطلاب أهمها الشهاد يعني أثناء تسجيل الطلاب والدين نواجه مشاكل كثيرة يعني من قبول الشهاد وتعميدها هذه مشكلة كذلك بالنسبة للتحويل والإجراءات مملة طويلة ومملة من هنا إلى مكتبة تربية إلى المدرسة الأخرى ولكن حالياً ضبطوها برقم تمام رقم تعليمي هذه خطوة جيدة تمام كذلك بالنسبة للمشاكل الذي يعانيها كثرة الزحمة على الطلاب يعني ما بش كثرة الطلاب يسبب أو يقلل عدم الاهتمام للمدرسين بايش الطلاب والمستوى ضعيف رغم العدد الواجد والمأرب أصبحت مصدر حياة وتجد فيها عن الحضارة وتجد فيها ازدحام يعني هائل ومع هذا نجد ونفاجأ في بداية العام الدراسي نجد أن أبناءنا الطلاب كلهم هبوا إلى المدارس لأن الواقع علمهم الواقع علمهم بأن العلم هو رمز الحضارة ويكفينا أن أول خطاب أن الله سبحانه وتعالى يوم خلق الآدم قال وعلم آدم الأسماء كلها فنجد أبناءنا الطلاب في قد ازدحهم عن المدارس وعدد هائل وبدأ المدرسون المدرسون في حصصهم هي صعوبة ازدحام الطلاب يعني ازدحام كثير كثافة كثيرة يعني من شدة الازدحام لا نفهم وقلة المدارس يعني لا توجد مدارس كي يسجلوا فيها الطلاب المدارس قليلة في محاوضة مأرب قليلة ولا توجد مدارس زيادة في ذلك يجمعوا كلهم في مدارس قليلة ويزدحام طلاب شديد ولا تفهم وقلت المدرسين لذلك المدرسين يجدوا صعوبة في أن يشرحوا للطالب أو يفهموا الطالب يعني بشكل جيد والمدارس والطلاب يشكلوا ازدحام شديد حتى أنك لا تفهم من شدة الازدحام من شدة الحمى الحرارة المأرب والمدرس يضيق وحتى من الحمى لا يستطيع والازدحام لا يستطيع أن يشرح للطالب شكل جيد نواجه مشاكل أنه نحن تعبنا في التسجيل تعبنا يعني نقولونا من مكتب لا مكتب وما بش مدارس ما بلأ أهلية تعبنا حتى فلوس 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 والناس نازحين يعني حالتهم حالة ولنا ثلاثة سابع ونحن يعني نعاني نقولونا من مكتب المديرية لمكتب مديرية المدينة لمكتب مديرية المحافظة بن معيلي بن معيلي مسافة يعني المفروض مكتب مديرية الوادي في نفس المجمع يعني قريب حتى أن الناس لا يعانوا من كثرة المشاكل هذة التي يواجهوها ونشتي يعني عدة مدارس حكومية هالناس تعبوا الناس نازحين وحالتهم حالة وفلوس فلوس فلوس والناس ما يقدروا لهذا الأعبة التي على عاتقهم نحن بدأنا بالعملية التربوية والحمد لله الأمور طيبة ونحن يعني جاهدين وبادرين أقصى الجهود لكي نستطيع أن ندحر هذه ما هي تعمل عليها الميليشيات حيث أنها يعني تعمل إلى تهجير الناس وعدم التعليم والجهل لكي تتمكن من يعني مراعاة نفسها واستغلال يعني الناس والظروف المعيشية ولكن نحن ما زلنا نقيم العملية التعليمية ونمارسها رغم كل الظروف المعيشية والانفجار الوضع والقصف وتهميش الناس إلا أن نحن والحمد لله الكهدر التعليمي متواجد ومناضل حتى أداء رسالته ترجمة نانسي قنقر